اهلا بكم متابعي القناة في فيديو جديد في البداية فضلا وليس امرا كان اول مرات سمعونا ما تنسوا اجدعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باشتسلكم الاخبار الجديدة والحصرية لحظة بلحظة مش نحكيه اليوم على موقف صادم من الممثل والكوميدي مجد بالغيث فيما يخص التطورات الجديدة بتاع قذية الكوكاين المتورد فيها الفنين نورشيبة وان تم اثبات تورد الكوميدي وسيم لحريسي شهرة ميغالو في ترويج الكوكاين وعدة اطراف اخرين لخبر هذة عمل جدل كبير على السوشال ميديا شفنا برشا اعلامين زادة ديف على وسيم لحريسي بقوة منهم الاعلامية وزميل تبيا الزردي وفي اجابة على احد الاسألة على حسابه الخاص حول موقفه من قضية هذي وشنو اتعليقه على تورد الكوميدي وسيم ميغالو والفنين نورشيبة في قضية الكوكاين قال مجد بلغيذ اللي مش نقوله يمكن تقال من برشا فنانين وممثلين اخرين اكيد انا معالي سير اليوم في تونس ومع حملات الامنية ضد كل مروج للمخدرات كل واحد روج السموم هذي ودمر بيها الشباب والعائلات لازموا يتحاسب على اعماله كل مهما كان شخصيته يزونم التمييز ممثل او فنان او سياسي او رجل اعمال لازم لكلهم يتحملوا مسؤولية اعمالهم وهاك مريتو الناس الكل شبكة صغيرة متاع المخدرات هذي جربتوا راها الناس الكل بلادنا صغيرة والناس الكل تسمى ببعضها لكن من غير شميتو انا ضد المحاكمة الفيسبوكية اللي تعرضو لها كل من الفنين نورشي والكرونيكور وسيم ميغالو خلوا القضاء هو ليأكد او ينفي المعلومات هذي الكل